اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحبان ورحب بكل من انضم لمتابعتنا في هذه الدقائق ومتابعة هذه الأمسية من برنامج من عمان حيث بدأنا قبل قليل الحوار الذي سيركز على الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19 والذي يشمل هذه المرة الفئة العمرية 18 فما فوق وانطلقت هذه الحملة صباحا اليوم لتشمل مختلف محافظات السلطنة من هذه الفئة العمرية وذلك طبعا تنفيذا للبيان الذي أصدرته وزارة الصحة الأسبوع الماضي سنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع مع الدكتور رياض بن مبارك السيابي رئيس قسم الأمراض الغير المعدية بالمديرية العامة الخدمات الصحية بمحافظة مسقط أهلا ومرحبا بك دكتور سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطيب الله مساءتكم بالخير واليوم والمسرة شكرا لكم على كريم الدعوة أهلا وسهلا كل شكر لك لمشاركتنا هذه الدقائق وطبعا صباحا اليوم كانت هناك هذه الحملة التي انطلقت اليوم وأيضا تغطية إعلامية مستمرة ولاحظنا من خلال هذه التغطية الإقبال الواسع من قبل الفئة العمرية تحديدا في مركز عمال المؤتمرات والمعارض أيضا إضافة إلى مختلف المواقع الأخرى في محافظات السلطنة صف لنا طبيعة المشهد في هذا الانطلاق اليوم بعد بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعود مرة أخرى والحديث يطول ويطول عن جائحة كوفيد-19 وتلاعياتها محليا وإقليميا وعالميا العالم ما زال يأن ويرزح تحت وطأ جائحة كورونا المستجد ما زال العالم ما بين كماشتي تعدد السلالات وسعة الانتشار لكن خط النهاية لعلن نراه قريب يعني طوق الأمل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى بهذه اللقاحات التي منذ أن ظهرت على السطح وهناك سباق محموم على استخدام هذه اللقاحات على مستوى العالم كل الدلائل تشير على الأقل إلى الآن في الدول التي توسعت فيما يسمى بالتحصين وصلت إلى نتائج محمودة وجميلة جدا في الوصول للغاية والهدف الأمثل من التحصين وهو الحد من انتشار المرض تقليل عدد الحالات المنومة في المستشفيات وفي العنين المركزة تقليل الضغط أيضا على القطاع الصحي وعلى الاقتصادات الدول بشكل عام وبالتالي ما يحدث الآن معنا في السلطنة من حراك في خضم هذه الحملة الوطنية للتحصين ضد كفة 19 يأتي انسجاما مع هذه الجهود الكبيرة التي تسعى من خلالها السلطنة لمواجهة هذه الجائحة على شتى الصعد حقيقة الأمر فيما يتعلق بالحملة الوطنية للتحصين ضد كفة 19 في السلطنة فقد بدأت منذ فترة ليست بالقريبة بدأت في أواخر العام 2021 كما يعلم الجميع أو 2020 عفوا في ديسمبر 2020 وأخذت مبدأ من مبادئ التدرج على خلال هذه الفترة مؤخرا تم إضافة حزمة جديدة من الحزم المستهدفة وهي حزمة فئة منهم من سن 18 سنة فما فوق من فئة السكان لا يخفى على الجميع هذه الفئة بلا شك تشكل فئة كبيرة شريحة كبيرة من السكان المتوقع بعد إطلاق استهداف هذه الفئة أن يكون التدفخ كبيرا أيضا في حقيقة الأمر منذ أن تم الإعلان عن استهداف هذه الفئة كان هناك زخم كبير وضغط كبير على مواقع التسجيل الذاتي للتحصين هذا إن دل على شيء فبلا شك يدل على أن هناك إقبال واسع وكبير أيضا ومنقطع النظير على تلقي هذه اللقاحات وهو أمر محمود هذا التدافع هذا النوع من التدافع أمر محمود بلا شك وهو أمر مرغوب وبالتالي ما شهدناه الآن على الأقل هذا اليوم منذ بدأت هذه الحزمة الجديدة من التحصين هناك إقبال كبير على مواقع التحصين المختلفة على مستوى السلطنة وإذا تحدثنا عن مواقع التحصين في العاصمة مسقط على سبيل المثال في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض كان هناك منذ الصباح الباكل تدفق كبير بالنسبة للفئات المستهربة لكن لا يمكننا إغفال أن هذا التدفق الكبير أيضا صاحبه الكثير من السلاسة في سير عملية التحصين هذا بلا شك أكيد نتيجة مجموعة من العوامل أيضا ساهمت في هذه السلاسة وسهولة سير عملية التحصين منها على سبيل المثال الحصر طبعا عملية التسجيل الذاتي التسجيل الذاتي وتسخير التقنية تطويع التقنية توظيفها في هذا المجال في هذه الفترة ساهم بلا شك وبشكل كبير أيضا في سلاسة عملية التحصين بدءا من التسجيل الذاتي للراغب في تلقي اللقاح وصولا إلى وصوله إلى مركز التحصين توجيهها للمكان الصحيح التأكد من أخذه الموعد للتحصين في ذلك اليوم وفي ذلك التوقيت أيضا توجيهها إلى أماكن الانتظار ومن ثم تلقي اللقاح والخروج بسلاسة أيضا من مركز التحصين من منافذ مختلفة وبكل سهولة ويسر هذا الحراك حراك جدا جميل وجدا محمود لأسعدنا حقيقة وهو بلا شك متوقع في الأيام القادمة أن يكون هناك حاجة أكبر يعني مثل ما تفضل دكتور أن هناك عملية تنظيمية بكل سلاسة من خلال بدء التسجيل الذاتي من قبل الفرد والمبادرة بأخذ التحصين إن كان يشمل الفئة المستهدفة هو أيضا تباع مثل ما ذكرت من الخطوات التي تتبع حتى ما بعد أخذ التحصين ولكن إذا جاء أحد الأفراد من الذين تشملهم هذه الحملة هذه المرة ولم يكن مسجلا سابقا قبل النظام كيف يتم التعامل معه من أجل أيضا ضمان سلاسة المضي قدما في أخذ اللقاح ولكن لم يكن هناك أي تسجيل مسبق كموعد ذاتي نعم في حقيقة الأمر عندما استجد موضوع التسجيل الذاتي كان الهدف منه ضمان سير عملية التحصين بسلاسة ضمان أن يتلقى من يصل إلى مراكز التحصين اللقاح المطلوب وهو راغب في تلقي اللقاح طبعا وبالتالي الهدف أو الغاية المثلة والخطوة الأهم هي في الأساس رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية التسجيل الذاتي نحن لا نرغب في أن يصل الأفراد إلى مراكز التحصين وهو غير مسجل ذاتيا وبالتالي قد يتعرض لصعوبات في تلقي اللقاح المهم أن يعمل على التسجيل ذاتيا لأن فتح الباب لمجموعات أخرى غير مسجلة عن طريق النظام ترصد بلس على سبيل المثال أو غير مسجلة ذاتيا قد يعمل نوع من الربكة في عملية سير تلقي اللقاحات وهو أمر غير مرغوب بتاتا نحن نعلم أننا في خضم أزمة وجائحة من المهم جدا أن يكون هناك اتخاذ أقصى تدابير السلام والإجراءات الاحترازية لكن إن فتح الباب على سبيل المثال على مصراعيه وبشكل عشوائي يمكن أن يتسبب ذلك في تدافع على قدر الله وهو أمر غير مطلوب في مثل هذه الحالات وبالتالي الأهم أو المهم أن يعمل الفرد على تسجيل نفسه ذاتيا تفاديا لأي تعطل من تلقيه اللقاح عند وصول المراكز التحصين ولحظنا أيضا دكتور أن عملية التسجيل جدا سهلة من خلال تطبيق ترصد بلس أو من خلال الروابط التي توفرها وزارة الصحة من خلال أيضا وسائل التواصل الاجتماعي إذن عملية التسجيل الذاتي جدا ضرورية لضمان سير هذه العملية بكل تنظيم كما هو مخطط لها ولكن أيضا دكتور عودة هكذا إلى الوراء لاحظنا أنه بدأ هذه الحملة الوطنية وتوفير اللقاحات للفئات المستهدفة بدأت من الفئات العمرية الكبيرة ووصولا الآن إلى الفئة العمرية 18 سنة فما فوق كيف أيضا توضح لنا هذه العملية أيضا التدرجية المدروسة من أجل توفير اللقاحات من قبل وزارة الصحة للفئات المستهدفة عظيم جدا قد يعود بنا هذا السؤال إلى سؤال أهم جدا من ما هو الهدف الأسمى من عملية التحصين عملية التحصين الهدف منها هو تقليل عدد الإصابات أو تقليل حدة المرض وعداد المنومين في المستشفيات في الأجنحة والعنايات المركزة والوفيات على سبيل المثال عندما بدأت هذه الجائحة تلقي بظلالها على العالم في تلك الفترة تلك الحقبة الزمنية كانت نسبة للأفراد المصابين بالمرض هم في الغالب من الفئات الكبيرة في السن من تحتاج إلى تنويم وترقيد في المستشفيات أو المصابين بأمراض مزمنة على سبيل المثال وبالتالي ارتأت اللجنة المشرفة على عملية التطعيم في تلك الفترة أن تستهدف الفئة الأهم فالأهم وهذا طبعا لم يأتي بشكل عشوائي وإنما جاء نتائجا على دراسة أيضا في الجانب الآخر عند بدء عملية كعملية التحصين عملية كبيرة تشمل فئة كبيرة من المجتمع من المهم أيضا بمكان أن تبدأ هذه العملية أن تكون عملية جدا منظمة وتأخذ في الحسبان كل العوامل والمعطيات التي تتعلق بسير هذه العملية لعل من أهم هذه المعطيات في تلك الفترة وما زالت إلى الآن هي وفرة الطعومات الآمنة والفاعلة أيضا أنت لا تستطيع أن تستهدف عدد كبير من السكان ولا تنتلك الأدوات أيضا في تلك الفترة كان في سباق جدا شديد ومحموم على استجلاب اللقاحات في شتى دول وما زال هذا السباق أيضا إلى الآن لكن ما أن نجحت السلطنة في توفير كميات أكبر من اللقاحات حتى لو لاحظت حتى سارعت وزارة الصحة أو القائمين على عملية التحصين بالتوسع مباشرة وتدريجيا في هذه الفئات فابتدأوا بالفئات من سن 65 سنة فما فوق ثم 60 سنة فما فوق بعد ذلك تم إدراج فئة 45 عاما فما فوق وفئات أخرى أيضا والنساء الحوامل والآن تم التوجه إلى فئة أكبر تمثل أكبر شريحة سكانية أتوقع في السلطنة وأن السلطنة مجتمع فتي وهذه الشريحة شريحة كبيرة بلا شك وبالتالي وفرت الطعومات واحد من أهم العوامل التي تحدد مسار عملية التحصين لربما هنا السؤال دكتور أيضا عودة إلى ضمان سير عملية تلقي التحصين لكل الفئات المستهدفة ماذا عن من لم يتلقى اللقاح وكانوا من الفئات المستهدفة السابقة لظروفا كانت لربما البعض من كان يساوره القلق ومن ثم من خلال الوضع الراهن الآن أصبحت هناك قناعة وأصبحت هناك بادرة من هذه الفئة المستهدفة وتم أيضا الإقرار بأخذ هذه اللقاحات في هذه الفترة هل سيكون هناك أي عملية مخصصة لهم أو إمكانهم فقط الذهاب إلى هذه المراكز وتلقي التحصين مثل ما هو متعارف عليه عظيم جدا نحن يسألنا أن نسمع مثل هذا القول من اقتنع بأخذ اللقاح أيا كان هذا الشخص إن كان حتى من فئات مستهدفة في الفترة السابقة نرحب بأي فرد يرغب في تلقي اللقاح وبلا شك إن كان هو في السابق من فئة على سبيل المثال من فئة 65 سنة أو 60 سنة فما فوق فهو يدخل من ضمن الحزمة الآن لأنه 18 سنة فما فوق الجميع قيسي على ذلك من 18 عاما فما فوق إذن هي شاملة هي شاملة للجميع ولكن هنا أيضا أقتنص الفرصة دكتور عن ماذا ترد على هذه الشائعة طبعا هو حديث مستهلك وتم تداوله كثيرا ومرارا وتكرارا في المجتمع من خلال مختلف الوسائل فيما يتعلق بعدم مؤمونية اللقاح لأنه لازلنا لربما في هذه اللحظة وهناك العديد من الفئات التي لم تقتنع وقد يساورها القلق والشكوك في تلقي اللقاح كيف ترد على هذه الشائعات إلى الآن ككادر طبي وأكاديمي وتتعاملون مع المجتمع بشكل خاص أو عام عظيم جدا أستاذة الفاضلة شوفي بن فيما يتعلق بمسألة مؤمونية اللقاحات كما يعلم الجميع ظروف استثنائية صحية كهذه منتشرة على مستوى العالم هي بيئة خصبة لإطلاق الشائعات للبعض للأسف الشديد أنا أقول هذا الكلام للأسف الشديد ولكن كيف يتم الرد على أمثال هؤلاء بالحجة والدليل والبرهان نحن كما قلنا سابقا من توسع في عملية التحصين على مستوى العالم دول كثيرة وأمثلة كبيرة أيضا هناك توسعت في عملية التحصين وحصنت بملايين الجرعات بالنسبة لشعوبها لم يتم تسجيل أي مضاعفات خطيرة لا قدر الله جراء تلقي هذه اللقاحات أنا أود أن أشير وأؤكد على نقطة جدا هامة وأكد عليها من قبل كثير من المختصين وزملائي أيضا أن هذه اللقاحات المستخدمة في السلطنة هي لقاحات آمنة ولقاحات فاعلة على النقيد من هذا السلطنة أيضا من الدول الحريصة جدا على تطبيق معايير جودة صارمة عند تسجيل أي مستحضر دوائي أو لقاح يتم التعامل به مع حياة البشر لن يتم تسجيل لن يتم المغامرة بحياة المرحة ليس فقط في مرحلة جائحة كورونا أبدا أبدا سواء في جائحة كورونا أو بخلاف جائحة كورونا فما بالك ولذلك في فترة من الفترات الكل كان يتحدث مثلا صارت تأخرت مسألة اللقاحات أين نحن من اللقاحات لكن التريث في بعض الأحيان للتأكد من مأمونية وسلامة هذه اللقاحات على البشر وعلى الأفراد المتلقين لها أمر في غاية الأهمية قد تكون أكثر أهمية من العملية المسارعة فقط السرعة مطلوبة ولكن أن لا نكون التسارع غير حميد لقد الله تكون له عواقب وخيمة أنا أقول أيضا أن إطلاق الشائعات هذا أمر جدا خطير وأمر جلل عندما يتعلق بصحة وسلامة الناس واجبنا جميعا نحن كأفراد في المجتمع قبل المؤسسات المؤسسات الرسمية عليها دور عظيم جدا في هذا الجانب وهي قائمة بدور كبير جهات مختلفة أيضا لكن نحن كأفراد يجب أن نضح حدا لمثل هذه الشائعة وهناك أيضا قوانين تسن في هذا الشأن عظيم جدا بلا شك وبالتالي عندما تصني شائعة من باب فتبينوا قد تكون شائعة لكن ما عواقب إطلاق مثل هذه الشائعة على مجتمعي علي أنا كفرد كشخص واحد على أسرة القريبة في محيط البسيط على الوطن بأكمل على المجتمع على الأمة على العالم أجمع فبالتالي يجب أن لا يكون الفرد سببا في هلاك شخص لا قد الله بسبب شائعة أطلقت وبالتالي من المهم بمكان أن تقف أن نقف صدا منيعا لمثل هذه الشائعة ونحن على وعي أنا متأكد المجتمع على وعي كبير وما ذلك التهافت الآن والتدافع لأخذ اللقاحات مع التوسع في الفئات المستهدفة إلا يعني ينم عن وعي كبير في المجتمع الآن بهذه الطعوم وهذه اللقاحات وفي التصدي للشائعات التي بدأت منذ بدأ هذه الحملات الوطنية لاحظنا طبعا هذا الوعي الزائد من قبل عدد من أفراد المجتمع وكما ذكر طبعا جميعنا يجب أن نأخذ هذه البادرة في التصدي لهذه الشائعات جميل دكتور ولكن أيضا كحديث عن الفئة العمرية القادمة من ستشمل وأيضا متى تبدأ حقيقة الأمر تلاحظ هذا الأمر بالتحديد مسألة الفئات العمرية ومتى ستبدأ هو موضوع جدا مرن وديناميكي قد يحدث بين ليلة وضحاها الأمر مرهوم بأمور كثيرة معطيات كثيرة على سبيل المثال منها توفر الطعومات متى ما توفر الطعومات بكميات أكبر ستكون هناك مسارعة لتوسيع الفئات العمرية لا أستطيع تحديد فترة زمنية معينة أو فئة عمرية معينة لكن أنا متأكد أن المختصين أو من يقومون على مسألة عملية التحصين وضعوا بالحسبان من هي الفئة العمرية القارمة في المستقبل لتشملها عملية التحصين دعم جميل في إطار هذا الشأن تستهدفون الفئة الكبرى لتلقي اللقاح في 70% مثالا على ذلك متى ستصلون إلى هذه النسبة وذلك طبعا في إطار الخطة المستهدفة أو مثل ما ذكرت هناك معطيات عديدة لربما تحدد ذلك نعم أنا لا أود أن أعطي تاريخ معين أو فترة زمنية معينة ولكن حقيقة الأمر وهذا تصور شخصي في الفترة الحالية نحن نرى خط النهاية قريب قد تكون أشهر قليلة أمامنا نعم الطريق كان طويلا الطريق كان شقا لكن هذا لا يعني أننا لن نصل سنصل وأنا متأكد بما أننا بدأنا في الدخول في الفئة العمرية الأكبر فالنهاية لهذه الإشكالية الصحية ستكون قريبة بإذن الله خلال أشهر قليلة إن شاء الله بإذن الله نأمل أن نعود لسابق عهدنا كما كنا في السابق بإذن الله بإذن الله وطبعا نحن من خلال هذا المنبر دائما هكذا ما نبث رسائل الطمأنة للمشاهدين وأيضا نبقيهم على الطلاع في مسألة التحصين وما تعلق بإبقاء المشاهدين على الطلاع في تصريح سابق لمعالي الدكتور وزير الصحة أن هناك تلقي لمائتين ألف جرعة أسبوعيا وفي هذا الأمر هل هذه العملية مستمرة إلى الآن حتى نصل طبعا إلى التحصين الشامل الذي يشمل أكبر فئة ممكنة من المجتمع نعم هذا الأمر نحن ما زلنا في نفس المسار الآن عملية وصول اللقاحات هناك تصل تباعا هذه اللقاحات المؤمل أن تصل هذه الكميات حسب تصريح المسؤولين في الوزارة بنفس الوتيرة إن حدث هناك تسارع أكبر ونأمل أن يحدث هذا هناك تسارع أكبر إن شاء الله قد يساهم هذا أيضا في تقليل الفترة الزمنية في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى دكتور رياض بن مبارك السيابي رئيس قسم الأمراض الغير المعدية بالمديرية العامة لخدمات الصحية بمحافظة مسقط كل الشكر على هذه الدقائق دمتم في حفظ الله شكرا جزيلا وإذن مشاهدينا فرج قريب بإذن الله تعالى بكل ما يتعلق بهذه الجائحة دائما ما نذكر المبادرة المبادرة في التسجيل الذاتي والذهاب لتلقي اللقاح ولسيما نحن الآن نتحدث وفي هذه اللحظة على أن اللقاح يشمل أكبر فئة عمرية 18 سنة فما فوق لذا جميعا علينا التوجه إلى أقرب مركز لتلقي اللقاح نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن اللقاح درع حماية ومن ثم لنا عودة اشتركوا في القناة